اشتركوا في القناة في امتحان الفصل الثاني وخاصة في امتحان شهادة التعليم الابتدائي هذه هي الصحة اللي لازم نجيبه فيها اكبر نقطة صحة كان واحد الفخ يطحوا فيه تلاميذ السيزيام الفخ هذا كيتقرب بالشهادة يلقوا ارواحهم ناسيين كلش وهذا امر طبيعي خاطر هذه اول مرة يديروا فيها امتحان رسمي تعسانة كاملة يعني اول مرة يقرأوا فصل الاول والفصل الثاني ولازم يشفى على المثاهيم والدروس على الفصل الاول والثاني مع بعضهم هذه اول مرة تفوتوا عليها طبيعي ما عندكمش الخبرة ولا ما عندكمش ليزاستوس باش تديروهم وكيتوصلوا للشهادة تلقوا ارواحكم ابيان ملل اغلبية يطح في هذا الفخ ويلقى روحوا نساء كلش وبطبيعة الحال ما يجيبش نقطة مليحة ويقولك انا كنت فاهم وكنت نجيب معدلات مليحة في الفصل الاول والفصل الثاني بس حكي اللي حقت الشهادة لقيت روحي ما يجيبش مليح علاش رح نعطيكم الحل في هذا الفيديو تابعوا معايا حبة حبة رح نمدلكم استراتيجية مراجعة الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية رح نديرو استراتيجية نديرو مخططة تعنا ونبدو نمشيو عليه حبة حبة ما عليكم غير تتابعوني افرات نجيو مع بعض باش نتعلمو كيفية المراجعة الصحيحة احنا رح نفوت الشهادة في ثلاث مواد الرياضيات اللغة العربية والفرنسية وش رح تحتاج عزيزي التلميذ جيب لي ثلاث كراريس صغيرة مش شرط تكون كبيرة اولا المهم جيب ثلاث كراريس صغيرة كبيرة اللي تحب التايا هذا الكراريس رح نديرو فيها حاجة يقولولها الملخص رح نعلمك حاجة جديدة سموها الملخص اذا كنت تكتب ملخصات فيما سابق فهو جيد وممتاز احسنت واذا ما زال ما كتبتش ملخصات رح نعلمك كيفاش تكتبهم بطريقة صحيحة هذا الطريقة تخليك تجيب في الشهادة نقطة مليحة وما تنساش بزاف مفاهيم وما تتلخبطش كي توصل الى ايام الاخيرة ولا الليلة الاخرة تاع الشهادة متفاهمين ولا لا لا هيا تبع معايا رح نبدأ ونشوفو المادة اللولة اللي هي الرياضيات كيفاش نراجعوا مادة الرياضيات بطريقة صحيحة هذا هو الكرة ستعة الرياضيات رح نخصصوه للرياضيات وشاح نديرو عزيزي تلميذ رح نقسموه لقسمين ركس معايا مليح الرياضيات رح نقسموه لقسمين القسم اللول هو هذا قسم خاص بالقواعد يعني القواعد اللي رح نمدهم لك في الفيديوات وهذا الثاني القسم الثاني قسم خاص بالأفكار والأسئيلة الصعبة فهمك حبا حبا صحة نبدأ ونحن قلنا قواعد الرياضيات أول حاجة وش راح نديروها والكراس تعنا راح نكتبوا لهنا الرياضيات ونكتبوا لهنا القسم اللي هو القواعد يعني الكراس راح نكسموه على زوج أقسام القسم اللي هو هذا راح نديرو فيه القواعد نجده على سبيل المثال من دروس لقريطهم تومة كامل تحويلات الكسور أعداد العشرية تناسبية لمدد النسبة المئوية هذا كامل راح نديروهم بتفصيل مفصل بإذن الله صحة نحن ندرنا الكسور بطريقة جد جد مفصلة تكتبي لي هنا قسم القواعد مثلا جي هنا تكتب الكسور حاني كتبت الكسور صحة؟ متفاهمين تكتب الكسور وتسطر عليها يعني لاينا لتحت راح نديرو غير الكسور تكتب العنوان الاول حسر كسر بين عددين طبيعيين انا في الكسور قرنا بيزاف مفاهيم متفاهمين ولا لا لا والمفاهيم هذه كامل درناهم في فيديوهات كثيرة انا اخذينا منها حسر كسر بين عددين راح تكتب كل شي اللي هنا صحة الحالة هذي وش فيها جرس فيها ثلاث حالات قدرتهم في الفيديو وشرحتهم بشكل مفصل تكتب الحالة اللولا البسط أصغر من المقام وتكتب اللهنة مثال مثال وتحلوا سواء من الفيديو اللي مديته كله تديروا من رأسك الحالة الثانية البسط يساوي المقام تكتب المثال اللهنة وكما الحالة الثانية كما ركتشوف رانا درنا مثال البسط يكون أكبر من المقام مثلا 10 على 4 واش نديروا؟ نديروا عملية قسمة عمودية النتيجة هذه نكتبها اللهنة اللي هي 2 نزيدوا لها واحد ولي ثلاثة نكتبوا النتيجة اللا متفاهمين ولا لا لا هذو كامل شرحناهم بتفصيل مفصل ضرقا كتبنا العنوان اللول تزيد تكتب التام وقارنة تكسرين تزيد تكتب جامع كسرين اللي درناهم كامل تكتبهو وبش تلقاهم بشكل منظم ومرتب كما فهمتكم مرارا وتكرارا تجيل اللي هنا تفتح جوجل تاعك مثلا ركف الهاتف تاعك واش تكتب تفتح اللي هنا وين تكتب في الروشارش هذيك اللي هنا في البحث واش تدير تكتب خطوة مثلا خطوة التعليمية التعليمية دروس وامتحانة ولي تكتب غير خطوة التعليمية تكفي ها تجيل اللي هنا تدخل للموقع خطوة تعليمية قرام لي هاو خطوة point com هذا هو اللي هنا كينزوج تي كان تي تي صح رانا ادخلنا في موقع خطوة تعليمية هاو يخرج اللي هنا واش تدير تقدر تبعث لنا رسالة منا رح نقل الملاحظات ولا طالبات ولا اي حاجات تبعثوها لي وتجيل اللي هنا الخامسة ابتدائي تلقى اللي هنا مواد السنة الخامسة ابتدائي احنا قلنا الرياضيات نحوص على دروس الكسور اللي درتهم لك بالتفصيل صح قبل ما رح نشوف الكسور ننور لك احنا واش درنا في الرياضيات عندك قسم هذا الخضر هذا تعال دروس في الفصل الاول والثاني والثالث صح الفصل الاول هذا الدروس اللي درناها في فصل الاول كامل الكسور منين يبدأ يبدأ منا من مقدمة مقدمة تمثيل الكسور كتابة كسر حصر كسر كتابة مجموعة مقارنة جمع الكسور العشرية درنا وقل عشر فيديوات في الكسور كينكملوا الدروس درنا حوالي سبع وضعيات ادماجية تعال الكسور وضعية ادماجية على الكسور واحد وضعية ثنين ثلاثة ربعة خمسة ودرنا الوضعية الثامنة مثلا نقوله احنا رح تتفرج ندال الوضعية الاولى تعال الكسور واش تدير تضغط على الكسور تفتح لك الصفحة هذه تعطيك تتقل الملاحظة اللي اكتبتها الكناية تجعل الوثيقة اللي فيها الحلتة الوضعية مكتوب ها هيك الوضعية وهذا الحلتة مكتوب تقدر تحملها في الهاتف involvement وباش تتبعها ولا تتفرج الفيديو شرح Üm هذا الفيديو للفيديو ديو Regarding تكليك اللي هنا فيديو شرح مفصل يديك للنيووتيوب ولا تتفرجون له مثلا نحنا نذهب للديو تied Hochhid هاني هكرا رح ندخل لليوتيوب أول شيء التي نصحك بها ديما دير لايك اللي هنا خاطر كيد دير لايك الفيديو هذا يطلع ويشوفوه ناس بزاف يحتاجوه كيمان تايا متفاهمين ولا لا لا ساعات كي نكون نشرح هنا في الفيديو وش نقول لكم نقول لكم شوفوا الوصف تاع الفيديو هذا هو الوصف تاع الفيديو هذا كامل الوصف تاع الفيديو متفاهمين ولا لا متفاهمين حاجة اخرى كي اخرين يقول لك الفيديو وراء والجودة التاعو مش مليحة يجي فلو هكا وش احد تدير تضغط على الموسنن هذا وطلع الجودة تديرها من 360 وطلع يعني تديرها هكا 360 الجودة تتحسن ولا تديرها 480 هذي 480 راح تولي الجودة افضل وافضل وكلما طلعت كلما الجودة راح تكون مليحة بزاف المهم 360 480 720 تكفيك بالزيادة متفاهمين ولا لا لا متفاهمين هذا الفيديو التاعنا اللي شرحنا فيه الوضعية الادماجية لحل تحى مكتوب اللهنة متفاهمين ولا لا لا متفاهمين صحر خلينا دركة من هذي خلينا دركة من هذي الروح نعود ونرجعوه قلنا هذو الدروس اللي درناهم في الفصل الاول ها بش نعود ونرجعوه نفهمك هذو الدروس درناهم في الفصل الاول كامل صحر كل درس درناهم مثلا تحويلات يعني قلت لك اللي هنا تحويلات درنا عليها فيديو جد جد مفصل ها لهنا تحويل اطوال بالفاصلة رقم 7, درس رقم 7 هذا تفرجهم. مليح. وعود للتصوح فيك ورأسك. خطر هذا راح يجي راح يجي في الشيء هذا. متفاهمين ولا لا لا متفاهمين. صح. الفصل الثاني تضغط عليه مكنوالو. لماذا ما زال ما درنا الدروس. أدركوا أن نبدأ نضع الدروس على الفصل الثاني هذا. نحن نجدكم غير الفصل الثاني يعني لا نستطيعه فيه. سنضع كل شيء في الفصل الثاني. يعني بداية من الغد ولا نبدأ نضع دروس جديدة. سوف نضعها هنا في الفصل الثاني، هذا فيما يخص الدروس والفيديوهات والوثائق التي نقوم بها. الاختبارات التي هنا في الفصل الأول تجد جميع الاختبارات، 71 نموذج، ساعة ساعة حال الاختبار، وبعث لي فيسبوك، وبعث لي نشوف تراه وين تغلطوا، حاجة ما فلقيت وحكي ما فهمتها، اكتب لي نعود نقوم بها فيديو ونقوم بها التمارين، لا تفاهمين، لا تفاهمين، وهذا اختبارات للفصل الثاني، مثلاً نموذج 86، تدخل تضغط عليه، تجد هنا تجد ملاحظة، وهذا الاختبار انتعنا، أنا ساعة ساعة، سوف نحل اختبارات في الأسبوع ونضعهم، قبل أن نضع الاختبار، سوف نضعه في الفيسبوك في المجموعات، أو في صفحة الأستاذ صفحة التعليمية، تكتب خطوة تعليمية دروسهم تحتاج إلى صفحة الثانية على الفيسبوك، نضع فيما ثاني، في إي براسة سوف نحط تلقاهم نورمال، ونحلهم بطريقة نموذجية، يعني باش تتفرجوا التومة، بتهزونا الطريقة النموذجية كيف تحلوه، كيف تكسب وقتك، كيف تبدأ التمارين اللي تبدأ عليها، باش تعاون كمليح في الشهادة، صحة، تقدر تحملوا منها، تطبعوا، وإذا لقيت له فيديو مفصل، إذا حليت وانا نحطوا، اللي هنا يخرج لك اللي هنا الفيديو، صحة، متفاهمين ولا لا؟ لا، متفاهمين، هذا فيما يخص الإختبارات، اللي هنا تلقوا مواضيع الشهادات السابقة، ها، المواضيع كامل، من سنة 2005 حتى 2019، تتبدأ من 2019 وتبدأ تحل، متفاهمين ولا لا؟ لا، متفاهمين، نعود ونرجع للكراس انتعنا، كما قلت لك، قسم القواعد، تكتب مثلاً الكسور، تكتب العنوان، وتكتب الحالات انتع، وكل حالات للمثال انتعها، المراجعة كيفاش؟ من الأفضل مرتين في السمانة تذكر راسك، تبدأ تحل الأمثلة اللي كتبتها من الأول آخر، بلان ما تشوف لي الحل، تعاود تكتب مثلاً حصر كسرين، الحالة الأول تحل المثال، الحالة الثانية تحل المثال، الحالة الثالثة تحل المثال، هكا كي تحل هذه الأمثلة، الأفكار هذيك تبقى في راسك، ماكش رايح تنساها، نهارا الاختبار، ولا كي يقرب الاختبار، سواء انت على الفصل الثاني ولا تعشها، ماكش رايح تنسى حتى حاجة، أروح القسم الثاني اللي هو قسم الخاص بالأفكار والأسئلة الصعبة، صح؟ عدوك الناحي هذا، صحي، فريناها، نجيو القسم الثاني، الجزء الثاني تعال الكراس، ماكش رايح نديره فيه الأسئلة والأفكار الصعبة، متفاهمين أم لا؟ لا متفاهمين، الأسئلة والأفكار، كيف رايح تستخدم مع هذا القسم؟ تكتب السؤال مباشرة، قلت لك في الأسبوع رايح تحل الموضوع أو زوج، رايح تدير أخطأ، في السؤال هذا اللي درت فيه الخطأ، تكتبوه وتكتب الحل التاعو وين غلط، باش مازج تغلط فيه، مثلا غلط في موحيط المستطيل، قلت لك أنا أحسب موحيط المستطيل، مازج تغلط في الحساب التاعو، اتجي لهنا وتكتبوه، احسب موحيط المستطيل، هذا السؤال، اتجي لهنا وتكتب الحل التاعو، ما عادوكم تكتبوه باللون الأحمر مثلا، كل ظلعين متقابلين، تكتب هنا ثنين، هنا هذا الظلع يقابل، وهذا يعني هنا ستة، وتحسب الموحيط التاعك عادي جدا، ومش هتدير؟ تدير ثنين زائد، بدنا بهذا، زائد ستة، زائد ثنين، زائد ستة، وتكتب النتيجة انتعك، ثنين زائد ستة ثمانية، زائد ثنين عشرة، زائد ستة ستة، تكتب 16 سنتيمتر، يعني تكتب 16 سنتيمتر، ما تنساش الوحدة، صحي؟ إذا كتبت زائد تكتبوه هنا، وتكتبوه باللون الأخضر، تكتب سؤال واحد آخر، غلط فيه، سؤال صعيب، فيه فكرة صعيبة، تكتب السؤال، تكتب الموحيط التاعو، وتكتب الحل التاعو اللي هنا، متفاهمين، ولا تكتب الفكرة، تكتبها حتى هكا بالدرجة عادي، اكتب، اكتب الفكرة انتعك، صحة، في كل نهاية أسبوع، تبدأ من السؤال اللي ولو تزي، احسب موحيط المستطيل، تزيستي لو، تجيب ورقة خارجية، وتبدأ تحل فيها موحيط المستطيل، بالمعطيات اللي عندك، متفاهمين ولا لا لا، متفاهمين، وهكا تبقى تراجع، بشكل دوري، بش ما تنساش، الأفكار اللي ما تعرفاش، ولا غلط فيها، جدك صعيبة، القواعد اللي نديروها، أي حاجة نديروها، أي قاعد نديروها، تروح تكتبها، وتكتب الحالات التاعها، وكل حالة تكتب عليها، مثال، متفاهمين، هاي الروح، ما لنشوفو العربية، كيفاش راجعوها، صحة، نحي هذا، كمنا مع الرياضيات، نروح ونشوفو اللغة العربية، اللغة العربية، الكراس تاك، مش راح تضيلوا صديقي، وصديقتي، ستكسموه لثلاث أقسام، قسم الاول الخاصة القواعد، القسم الثاني الخاصة التعبير، والقسم الثالث الخاصة التعبير، والقسم الثالث motivating النص، القواعد راح فكل مرة راح ندير لك قاعدة في فيديو، الإعراب، التصريف، الهمزة، نديرهم على حسب الترتيب المهم، يعني ما نديرهم مش بترتيب كما قلتهم في المدرسة، نديرهم على حسب الأهمية، يعني كل قاعدة مهمة ديما تجيب الشهادة رح نديلها فيديو صحيح متفاهمين متفاهمين نجيو للتعبير تعبير رح نديلك فيديو في هالطريقة الشاملة كيفاش تكتب أولا المنهاجية كيفاش تكتب تعبير كتابي وجيب نقاط ممتازة صحيح وكل مرة نولي مرتين ثلاث مرات ربع مرات في الأسبوع نكتب لك تعبير في فيما يخص موضوع معين مثلا نهزو موضوع البيئة نعطيك فكرتين ولا زوج أفكار نديرو عليهم تعبير كيفاش تربطهم كيفاش تزوق تعبيرك بالتعابير والكلمات الجميلة باش يجيب نقطة مليحة مثلا هزو مثال البيئة البيئة جتش شهادة سابقة بسح البيئة فيها بزاف مواضع مثلا غرس الأشجار والمحافظة على البيئة فيها التهلوث فيها بزاف أمورات نحن وش نديرو نغطيه أكبر عدد ممكن من المواضع اللي جت ولي ما جتش والمتوقعة هكا نحن توقعوا موضوع اللي يجي في التعبير في شهادة السيزيا بنسبة 90 بالمئة يعني 90 بالمئة التعبير اللي رح تلقاه في شهادة التعليم الابتدائي من المؤمن 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 الم المهم على حسابك نديرها في مواضيع قادمة إن شاء الله القسم الثالث سندير فيه أسئلة النص سنجيبه نص جا في الشهادة نص جا في الفصل الأول والثاني والثالث كل مرة نهز نص سكة في الزهر نهز نص نهز الأسئلة نوريلك ونجد الإجابات نوريلك لا تفهم كيف تجاوب ونجيب إجابة صحيحة نعطيك شرح مفرادات لديما تجي مفرادات التي يجب أن تعرفها مفرادات تستخدمها ينطيق التعبير التاعك ثاني هذا كامل اللي هنا في القسم متاع أسئلة النص يعني ركز معي مليحة اللغة العربية فيها ثلاث أقسام فيها القواعد التعبير وأسئلة النص إذا فهمت هذا مليح وذيت مليح وماذا نمدلك في هذا وهذيت القواعد منها وكتابت التعابير وهذيت أفكار مليحة ستجيب نقطة ممتازة في اللغة العربية ولما للعالم الكامل كمنا مع اللغة العربية نعطيك اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية سوف نقوم بها في 4 أقسام القسم اللول هو خاص بالقواعد لغة الفرنسية نكتبها الطريقة للغة الرابرة قم بإنكتبها منها القسم اللول هو سأذكر القواعد كذلك سأكتب بالعربية عادي وكذلك أولا قريبين القواعد التي سأكتب هم منك في كتب بالعربية وفرنسي مجرد أن تفاهم روحك وتشفى مليح على وشارك تكتب صح في كل مرة سأقوم بقاعدة موالفة جي بزاف شهادات لفاتولة مهمة بزاف لازم تعرفها رابط سماماني شرح ندير بالترتيب كل مرة نديره قاعدة متفاهمين متفاهمين هذا القسم اللول تعلقها وعدد وهو ما الصح وما يطلبوش انك تعرف فرنسي يعني قاعدات دير هك دير هك دير هك تزها كيفاش تفهمها اديرها متفاهمين ولا لا لا صح اسئلة النص قسم الثاني راح نديره فيه اسئلة النص وش راح نديره فيه قسم هذا تعلق اسئلة النص راح نجيب لك الاسئلة السابقة الذي ملفة جي في الشهادات كلمات تعال اسئلة مختلفة الاسئلة ماذا تقول تأخير سؤال تفهملك وراندي تلك الطريقة ثانية كيفاش تجيب اللى الاسئلة الصحة القسم الثالث واش هو تعال التعبير قسم خاص بالتعبير س نعطيك جملتك تعابير سنعطيك افكار الصغيرة في كلمات او جملت صغيرة ستحفظها ثم تذيب منك التعبير التعكي الخاس و salY umm ayчtaps أتعلم الأثير كامل في الكرس تلك. ما تعمل؟ تعمل مجموعة من الكلمات والأفعال. أنا في الأسبوع نعطيك مجموعة من الكلمات والأفعال والجمل. وما تعمل تعمل الترميذ؟ يجب أن تحفظ هذه الكلمات والجمل والأفعال. لماذا؟ ستجاوب بهم تفهم أسئلة النص، تفهم القواعد، وتستعملهم في التعبير. هذه هي الأساس التي هي الكلمات والأفعال. يعني كلمة ذلك لا تتكسل أحفظها وراجحها. قبل أن تحفظ الكلمات الجدد، تراجع الكلمات السابقة. لا تفهمون أم لا؟ وفي كل فيديو ندروه على قاعدة أو أسئلة نص والتعبير، سوف نعطيك كيف تكتف الكرس تلك الملخص وكيف تراجعوه بشكل دوري. يعني نقولك راجعوه اليوم غير غدوة، راجعوه نهار الجمعة مع العشية الخميس في الليل قبل أن تركوا تصبع. لا تفهمون أم لا؟ لا تفهمون، صحة، الفيديو هذا يعتبر دليل المراجعة لشهادة التعليم الإبتدائي. اي حاجة درناها الي هنا تبعها حبا حبا راح تجيب معدل ممتاز في الشهادة. صحيح؟ إذا تفرجتوا الفيديو كامل لحكتوا لهذا النقطة خليوا لي تعليق كاش ملاحظة أي حاجة كتبوها لي في التعليق راح نقراهم كامل. لا تنسوش تفعلوا زر الاشتراك، هذاك الزر الأحمر، أضغط عليه بشكل نير فيديو يوصلك نوطيفيكاسون، يوصلك تنبيه في الهاتس تاعك. والسلام عليكم، في الفيديو القادم إن شاء الله سنبدأ المراجعة المكثفات تعنا إن شاء الله. لا تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب. لا تنسوش تاني زيب تكريكي على هذك الجارس. علاش؟ بينا بش أي حاجة نحطوها تمارين، دروس، انتحانات، برامج، نصائح تصلك في الحين. السلام عليكم، طالوا في رواحكم.